نطل معكم على مساحة جديدة حيث الحرية المطلقة للتعبير عن القدرات الإبداعية الكامنة وهو ليس مجرد فن بل هي لغة جديدة تطرحها للنقاش جائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الضوئي أطلقت الجائزة في مارس 2011 أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهدت بي رئيس المجلس التنفيذي بحضور سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إطلاق هذه الجائزة كان تكريم للفن الذي هو موجود في الدولة على الصعيد المحلي وكان تكريم للفن العالمي في إطلاق هذه الجائزة إذا ناخذ مثال عندنا مدينة فلورنس الأثار الموجودة في مدينة فلورنس موجودة لغاية يومنا هذا لماذا؟ لأن في يوم من الأيام أحد الملوك عمل جائزة لفن النحت بهذه الجائزة الفن اللي موجود في فن النحت اللي موجود في مدينة فلورنس موجود إلى يومنا هذا أهداف جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الدولي للتصوير الضوئي هي أهداف كباقي الأهداف في الجوائز الثاني ولكن بإطلاق هذه الجائزة هدف هذا وجود هذه الجائزة هو إيمان حكومة هذه الدولة أو إيمان راعي الجائزة بضرورة وجود أي تطور ثقافي يمشي بخط متوازي مع أي تطور موجود في الإمارة لدينا تطور اقتصادي لدينا تطور عمراني إيمان راعي الجائزة هذه بضرورة وجود تطور ثقافي هذا أكبر مسبب لوجود هذه الجائزة أمامنا اليوم الجائزة مرنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى بدليل أننا بدأنا في محاور ثلاث محاور وتوسعنا إلى أربع محاور وبعد الأربع محاور من خلال الاستبيان الذي طرحنا على الفيسبوك أو التواصل الاجتماعي لقينا أننا أضفنا جائزتين جداد وهي جائزة البحث الفوتوغرافي وجائزة الشخصية الفوتوغرافية إذا ارتأى مجلس أمنا هذه الجائزة بضرورة مواكبة فن معين من ضمن فن التصوير الفوتوغرافي فالجائزة مرنة جدا بإدخال هذا الفن داخل مسابقة الجائزة على سبيل المثال إذا الدورة القادمة الجائزة بعد استبيان أو بعد دراسة وجدت أن تصوير من خلال الهاتف المتحرك ضرورة إدخال محاور من تصوير الهاتف المتحرك لكن الجائزة قد تقبل بهذا الشيء أرقام الجائزة في أول سنة بدأنا فيها في الدورة الأولى وكان باسم حب الأرض كانت الأرقام أذكر أن أول سنة كان عندنا عدد الدول ميو واحد وعدد المصورين كان سبع ثلاث مصور هذا في السنة الأولى فالسنة الأولى نحن نطلقنا من شهر عشرة وكانت نهاية الجائزة في آخر السنة يعني فقط عندنا كانت شهرين فمجرد الشهرين أول شهرين كان عندنا سبع ثلاث مشارك في الدورة الثانية والتي هي جمال الضو عدد الصور بلغ عندنا ستة وعشرين ألف صورة بمعدل أمية واثنين وعشرين دولة في ضمن المشاركين اللي هم كانوا موجودين تسعة عشر ألف مشارك للدورة الثانية السنة الثالثة واللي هي نحن إن شاء الله فيها راح نعلن الأرقام النهائية في الحفل الختامي للجائزة وقد كان الروتشو اللي عملناه أو التسويق العالمي للجائزة في هذه السنة ضخم كبير جدا استخدمنا أغلب وسائل الاتصال اللي نقدر نحن نوصل فيها للتسويق لهذه الجائزة موسيقى